اشتركوا في القناة الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر ومعنا بعض الاخبار نبدأ بالخبر الاول حول جوليو ريجينيا الطالب الايطالي الذي اختفى ثم ظهرت جثاته في مصر عام 2016 افاد مصدر قضائي انه تم وضع خمسة من رجال الامن المصري في دائرة التحقيق الرسمي من قبل المدعين الايطاليين ضمن التحقيقات الجارية في مقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني كان ريجيني يدرس في جامعة كامبرج اثناء وجوده في القاهرة في يناير 2016 اعلنت وكائلة الانباء الايطالية في وقت سابق ان سلطات البلاد تعتزم اجراء تحقيقات مع سبع ضباط من الشرطة والمخابرات العامة المصرية في قضية مقتل ريجيني اتخذت روما هذا الاجراء من طرفها بعد تردد القاهرة في حسم القضية حسب مصادر اعلامية كان ريجيني اختفى يوم 25 يناير 2016 وعثر على جثته وبها اثار تعذيب على طريق الصحراوي خارج القاهرة في الرابع من فبراير من العام نفسي ما اثر شكوكا بان الضباط المصريين كانوا متورطين في اختفائه ومقتله طيب موضوع وضع خمسة من رجال الامن المصري في دائرة التحقيق الرسمي من قبل المدعين الايطاليين في قضية ريجيني هذا تحرك جديد من قبل ايطاليا للبحث عن الجناء والمجرمين الحقيقيين قتلت جوليو ريجيني طبعا كلنا تذكر انه بعد مقتل ريجيني بفترة تم قتل خمسة في ميكروباس وقيل ان هم دول قتلت ريجيني ثم خرج بعد كده بيانات بان لا ده مش دول قتلت ريجيني ده فينا ستانية واحنا وسعنا التحقيق طبعا كل ده بعد الضغط الايطالي على النظام المصري في وقتها الكلام ده يعني قبل ما يقارب السنتين ونص او ثلاث سنين وراح دم الخمسة اللي تقتلوا في الميكروباس واللي تقال ساعتها انهم قتلوا ريجيني بعد كده حصلت بعض السفقات ما بين النظام المصري وما بين السلطات الايطالية بعض السفقات الاسلحة او بعض السفقات الشركات الكبيرة اللي دخلت فيه صفقات مع مصر شركات ايطالية كبيرة وتم دفع يعني الرشاوة او دفع ثمن مقتل ريجيني الان في هذه المرحلة يتم احياء واخذ زخم كبير لهذه القضية من جديد قضية جوليو ريجيني تحدثنا في هذا الموضوع بالامس وننتظر هل سيقدم النظام المصري كبش فداء ربما لرؤوس كبيرة متورطة في قضية جوليو ريجيني التي لا نعلم ربما حتى الان دوافع حتى مقتل جوليو ريجيني ام مزيد من الرشاوة يعني كبش فداء هيتقدم على انه المجرم ام مزيد من الرشاوة الرشاوة دي اللي بتعطى من دم الناس بتتمص من دم الناس وتتاخد ما بيعودش بيها اي فايدة على الشعب المصري ولكن فايدتها كلها بتروح للسلطات الايطالية بغض النظر هل بقى توصل للشعب الايطالي وانا توصلش مو منها بتتاخد مننا اعلن شخصيات مصرية معارضة بالخارج اعتزامهم تأسيس حزب سياسي واسع بالمشاركة مع مختلف القوى السياسية المعنية بانقاذ مصر قالوا في بيان مشترك لهم ان الحزب الجديد سيسعى لتحقيق اهداف ثورة يناير باستعادة الحريات واطلاق صراح المعتقلين السياسيين والدفاع عن حقوق الانسان ورفض التفريط في الاراضي المصرية وتكبير مستقبل البلاد بالديون ومواجهة الفساد وجميع الموقعين على هذا البيان كانوا من اعضاء حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية بمصر لافتين الى ان قرارهم يأتي بمناسبة ما وصفوه بالضغوط الشديدة الجائرة التي بورست على الحزب مؤخرا او على الجماعة مؤخرا والتي كان اخرى ادراج عشرات الاعضاء على قوائم ما يسمى بالكيانات الارهابية بعد اجراءات شبه قانونية شاذة لا تمت للقانون الحقيقي بصلة وتنتهك كل معايير والضمنات الدستورية وحقوق الانسان التي هي جزء من القانون المصري وقع على البيان كل من دكتور محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب البناء والتنمية ايضا الاساذ عامر عبد الرحيم عضو مجلس الشعب السابق اسلام الغمري عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية السابق ممدوح علي يوسف عضو الهيئة العليا للحزب اسامة رشدي المستشار السياسي للحزب سابقا ووقع على البيان آخر مع بحث رئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر السيسي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الليبية وذلك على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية اديبكس 2018 يثار الجدل حول هذه الزيارة وحول هذا المستجد ربما في المشهد فيما يتعلق بالعلاقات الفرنسية المصرية بأزمة ليبيا السفير بسام راضي قال في بيانة شراء الحسابي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتحديد إن السيسي أكد على تركيز الجهود المصرية على دعم الجيش الليبي في ظل دوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار في ليبيا أشار راضي لأن السيسي يرى أن دعم الجيش الليبي يمثل تمهيدا لعقد الانتخابات وتولي حكومة مركزية لمقاليد السلطة وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية والتعامل مع المجتمع الدولي باسم الشعب الليبي يعني وكأنه يعني يتم هنا لعب دور شريف للنظام فيما يتعلق بالوضع في ليبيا يعني كأنه الوضع في ليبيا صعبان أوي على النظام المصري ما يحدث في ليبيا وينسى ويتناسى وربما يضلل ويزيف بأن النظام المصري هو جزء من المشكلة الموجودة في ليبيا مشكلة الاقتتال الموجودة مشكلة دعم طرف على حساب طرف آخر وأنا أتحدث بالتحديد عن الانقلابي خليفة حفتر الذي دعمه النظام المصري ليس فقط دعما عسكريا بإعطائه أسلحة أو بعطائه بعض المال أو غيره أو يعني بعض الدعم الكبير لخليفة حفتر ولكن من خلال قتل أطفال الشعب الليبي وقتل نساء الشعب الليبي ليس عن طريق فقط بطريقة غير مباشرة عن طريق دعم السلاح ولكن عن طريق القصف المباشر من خلال بعض الطلاعات للنظام المصري التي على إثرها قتلت أطفال وكان هناك للدعاء في وقتها بأنه لقتل إرهابيين والإغارة على إرهابيين بعد بعض الأحداث التي شهدتها ليبيا في ظل ساعتها الكلام ده من حوالي ثلاث سنوات ومن حوالي سنتين أيضا كان هناك زخم لتنظيم الدولة في ليبيا طبعا هناك تدليس وتضليل في هذا الموضوع بشكل كبير من خلال الإعلام من جهة ومن خلال بيانات السلطة من جهة أخرى بأنه هناك معاونة لحفتر على قتل الإرهاب أو على موجهة الإرهاب الموجود في ليبيا نفس اللي بيحصل في مصر يعني شبيه بي من حيث المبدأ بيحصل في ليبيا يعني القمع والفاشية والقتل وسفك الدماء والاعتقال بيحصل في ليبيا من خلال خليفة حفتر ولكن خليفة حفتر غير مسيطر غير مسيطر على كل ليبيا ولكن بيسيطر على بعض المناطق وبيحاول اختراق بعض المناطق من خلال الحصار أو من خلال القتل أيضا في ليبيا يعني في النهاية لما بتحدث عن أنه النظام المصري بيساعد الليبيين عشان يبقى عندهم انتخابات ويبقى عندهم شكل سياسي جميل عايزين نقول أنه الحداية ما بتحدفش كتكيت الحداية بتحدف حداية يعني لما يكون عندك نظام فاسد فهتصدر نظام فاسد لما يكون عندك نظام انتخابي فاسد فهتصدر نظام انتخابي فاسد لما يكون عندك تزوير هتصدر تزوير لما يكون عندك خطف للسلطة هتصدر خطف للسلطة لما يكون عندك انقلاب هتصدر انقلاب هو ده اللي بيجري في ليبيا من خلال دعم النظام المصري قدم الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر اليوم تقدم بطلب رسمي إلى مكتب الدكتور محمد المحرصة ورئيس جامعة الأزهر للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي في وسائل الإعلام يأتي ذلك في ضوء القرار الذي أصدره رئيس جامعة الأزهر الذي تحدثنا عنه بالأمس برقم 12-24 لسنة 2018 والذي يقضي بضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس ومعاونهم على إذن مسبق للظهور بوسائل الإعلام وفقا لنص لأحد قانون الأزهر 103 لسنة 61 يعد الهلالي أول متقدمين للحصول على الترخيص بموجب القرار الذي يحضر على جميع أعضاءها التدريس ومعاونهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر ده الاختبار اللي أنا تكلمتي فيه مبارح بالتحديد إنه هل جامعة الأزهر ها تعطي الترخيص لكل من هب ودب أم سيكون هناك ضبط وربط في هذا الأمر يعني لو كان أصلا قرار رئيس جامعة الأزهر بمنع الظهور الإعلامي إلا بترخيص منه اعتراضا على ما تحدث بسعد الدين الهلالي عن الميراث وعن أمر ثابت في الدين وفي القرآن الكريم وفي الشرع فلماذا الآن يتقدم سعد الدين الهلالي ربما الآن يعني ليست اللعيب على جامعة الأزهر اللعيب على سعد الدين الهلال الذي لا يوجد في وجهه حمرة بعد بيان الأزهر وبعد هذا القرار من رئيس جامعة الأزهر الاختبار الحقيقي هنا لهذا القرار أو الاختبار الحقيقي هنا لرئيس جامعة الأزهر هل سيسمح لسعد الدين الهلالي ويعطي الترخيص بأنه يظهر في القنوات ويطلع يطرش مزيد من الطرش على الناس والتضليل على الناس في دينهم أم سيرفض التصريح لسعد الدين الهلالي ده الاختبار الحقيقي وده اللي هنشوفه خلال الأيام القادمة طيب التقى وزير الخارجية سامح شكري أمير دولة الكويت شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وقال المتحدد باسم وزارة الخارجية المستشارة أحمد حافظ نشعر بالاعتزاز والفخر بالعلاقات الوثيقة والأخوية التي دائما ما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين في وقت سابق أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا قالت فيه إن زيارة الوزير شكري تشكل فرصة مواتية لتبادل الأراء بشأن الأحداث التي تشهدها المنطقة في تلك الظروف الرهنة قالت الوزارة قبيل بدأ أعمال الدورة الثانية عشر لجنة المشتركة المصرية الكويتية اليوم الثلاثاء إن انعقاد الدورة يأتي استكمالا لما حققته الدورات السابقة من نتائج إيجابية وتعزيزا لعمق العلاقات الأخوية الرسخة بين البلدين هناك صراحة يعني مراثونات أو زيارات مكوكية أو عقد الكثير من اللقاءات ما بين مسؤولي النظام المصري سواء على مستوى عالي أو مستوى منخفض أو كله مستوى منخفض الحقيقة عندما يتحكم في السياسة المصرية وفي الشأن المصري العام ثل من الفاسدين وثل من الخطفين لرؤية الشعب ولم أراده الشعب وثل من الحرمية الحقيقة اللي جعلوا الوضع الاقتصادي في مصر كما يراه الجميع كثير من اللقاءات كثير من المشاورات كثير من المحادثات كثير من ويبدو بأن النظام يعمل حقيقة لرفع من مستوى المعيشي على الأقل للشعب المصري اللي مش بس متردي في مستوى المعيشي متردي على كل المستويات فهذه الزيارات تبدو وكأنه يعني هناك مشاريع ويجد المواطن المصري ويلمسها في الشارع ويلمسها على أرض الواقع وكأنه هناك مصلحة ما ستعود على مصر من خلال هذه اللقاءات الكثيرة لقاء وزيرة الجوش الفرنسية لقاء معرفش ما فين في الكويت لقاء معرفش فين في فرنسا لقاء معرفش فين في أمريكا كل يوم لقاءات وكل يوم مشاورات وكل يوم محدثات وكل يوم صفقات كلها على حساب الشعب المصري وليس لحساب الشعب المصري لأن اللي بنشوف في الشارع هو أكبر دليل على ده مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة وحتى نلتقي في حلقات أخرى من مباشر مصر إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة